يا سادة اللي بيسمع الكلام ده لازم يعرف ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما نورنا الطريق وكمان ادينا الحنان اللي نقدر نمشي به في الطريق ادينا الفهم وساعدنا على الفهم اللي احنا نقدر نمشي به انا عارف ان بعض الناس وانا عارف ان انت ممكن تكون حاسس ان ما فيش حد في البيت فهمك في طريقة سهلة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفهانا وهي نور الفهم حضرت النبي مرة قال كلام عجيب للسيدة عائشة فقال لاها إني لا أعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني ساخطة إذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية وإذا قلت لا ورب إبراهيم كنت عني ساخطة فهنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة أنا فهمك فالسيدة عائشة على طول رح اتقلت له على طول دفعت المقابل على طول مقابل محبة رسول الله فقال提ه والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك قالت له ما بهجرش بس إلا اسمك الحقيقة عايز تتفهم من أهل بيتك من أصحابك من كل الناس اللي حوليك مسألة سهلة تلت حاجات يعملها وخاصة من أهل بيتك افهمهم زي ما هم بيتكلموا ما تفهمش اللي انت عايز تفهمهم من كلامهم وتفهمهم اعرف توافعهم اعرف هم بيقولوا كده لي ساعتها عايحس بيك لأن حضرت النبي قال لها أنا عارف انت بتقولي كده لي بتقولي كده لما تكون راضية وبتقولي كده لما تكوني ساخطة لما تحط نفسك مكان أهل بيتك انت بالطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسي افهم زي ما هم عايزين يقولوا وتفهم دوافعهم في اللي هم بيقولوه وتالت حاجة لما يحصل خلاف ما تخرجوش إلا وانتوا بينكم حاجة مشتركة يبقى فهم وتفهم وإيه تاني فهم وتفهم وكمان تفهم لازم نفهم كده ولازم لما نفهم كده كمان هنروح ونبقى مع أنوار حضرت النبي احنا نختم بقصيدة كده لطيفة بنقرأ لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم سيدي يا روحي وحياتي انت فرحي وأمنياتي انت رحمة ونور لقلبي والجمال بيزيدي وماتي قلبي كله شوء إليك نفسي عمري أشوف عينيك بتنديلي تعالى قرب يا حبيبي مشتق إليك كل يوم قلبي يطير ليه الحبيب طاه البشير ولما تلمع قبته أبقى ليه الجمال أسير وكل لما عليك أصلي أحس أني حتة مني تسري مني الروضتك وتلمس الشباك بكلي له لحب ما كنت أقول ما الجمال شرحه يطول لما شفته حست كإني شربت من كاس الوصول أيوة حاسس إني شايفك ما انت قلت أنا عارفك ضمني جوة فع بيتك واغمرني دايما بعطفك يا حبيبي ويا هناية يا طبيبي ويا دواية نفسي عيش في صحبتك وهي دي أصل الحكاية شكرا للمشاهدة